موسيقى مرحبا بكم معنا في حلقة التاسعة برنامجكم برنامج شعب سكيزوفخين قبل أن نبدأ الحلقة اليوم نريد أن نذكر بالأسوص والأبدجيات في البرنامج فالبرنامج لم يتم تشيجها معينة لا الحزب لا الجماعة لا الجمعية لا تيار سياسي ولا إديولوجي البرنامج اليوم يتم تشيجها فقط منا وإليكم ومنكم وإلينا الحلقة اليوم تبعوا معي بلها البينغا الصرف الفلوس الحلقة اليوم كما الضيفة ديالها من بعد استقلات زوجات وكبرات ودات الريش وولدات وتكاترات ولكن شوية غبرات ولاتر وشيرشي كل شي كيقلب إليها كيلي قللك بشكل سويسرة كيلي قللك في الشيوب كيلي قللك هي مادية كيلي قللك بشرية كيلي قللك طبيعية حكمة كتقلب والشعب كيقلب وتلميلي كيقلب ولأننا وطنين وما غنسكتوش فاحنا استطعنا أننا نجيبوها في الحلقة اليوم بش تحضر معنا برغيبو المزاوقة وتطلبوها تستقبلوا معايا المشفورة المنهوبة المدفونة الحبيبة الغالية أطروات موسيقى أتسأل باستغراب مع المغالبة أين هي هذه الثروة ولستفاد منها جميع المغالبة أم أنها همت بعض الفئات فقط ويعتبر المغرب أول مصدر عالمي للفوسفات كما أنه يمتلك 75% من الاحتياطي العالمي قرن العشرين هذا عايشين عيش دبانة في البتانة را الفرق عظيم را الفرق عظيم بانتفاح والرمانة واش نفرق بين انتا وانتا وانتا وأنا قد وصل حجم الأموال التي دخلت إلى خزينة الدولة من الضرائب 70 مليار و 173 مليون درهم مقابل 23 مليار و 158 مليون درهم سنة 2013 المذكب المغرب ليست له طروة خاصة أكثر من أنصوره المشه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اغنياء يسفيدون من ثمار النمو ويزدادون غناء وفقراء خارج مسار التنمية يزدادون فقرا وحرمانا يالله هم حرحموا ربنا فيه في الوسوال والصحاكات مشي تاما دايروالو بأسات أسرة تضرت إلى السكن في مرحاض عمومي في هذا المكان يعيش الأب وزوجته وثلاثة من الأبناء أصغرهم ولد هنا في غرفة كانت من قبل مرحاضة احنا بغينا نعيش بكرامة كنستحقوا كساكينة كبشار أبسط حقوقنا هو العيش بكرامة موسيقى موسيقى بكام موسيقى يجب كل أبسط حلوالو موسيقى الشيخ من انظورا المسلم عمومة لتلادي المحلم والشرجخرج مش علمي انها كفارة احنا اخوت و الدم خلط كي ادي كي ادو انا عندي اخبار ديال الملايير موضوعه في الابنك عندي ما انقولش لا اقول قول ما انقولش لا غتقول لا بدان اودي قول ما انقولش ايه واسي ابن كيرامي اودي ما بغيتش ديال فا احنا غنقولو اخوان ف المونتاج قولولو قولولو و بدون ذكر الاسماء ما نبغيوش باسماء يتذكروا ولكن قولولو با تصندها يا بعرون شهر مكتريا بص المغري بها كثماء او سيمو ما نصيب معارف هكف دار اخنش وسيل الفلاحة والصيد البحري امبراطور القسم مع الكلام و بري سنواء خنوشة شكون فيها اسماء اكواب ارسام في ديها كي لا شضار سوشان تريين لعبوا بماناصيب واخذنا في الكريان هم يقصروا ليانا صيدنا واك تانيين واك مريم بن صالح المرأة اللي خلقات من المأش اللي الطور عميدة ورتت مجمعة الماكومة عائلة بنصاد الاتحاد عن عمومة كل مظهر القواب انشاء صداقاتها حسي بن سليمان شلا معهم علاقاتها ويد علي الهمة وعزم البنجلونة امينا راشيد ومات رجلها بالفنونة اوني لي بن صالح واك سمع برادة كيف اجد النخيل يعطينا ثمار من جهد حذا قلنا خيلنا خيل بول في بلاسة واك سمع رحلة قائدة فتورة امبراطور صنع المليك حسنتين وشكون في لسمعه مبراهيم زنيبر المليك وليدين غراهبتا من صيفر المطاري قباجة البورش والأحمر مستشو البيضة هاك علي نعبر ايميم ولا يحفيدة كان رئيس اونا بنطر وديال وبعد الالبترونة سمع فؤيت الفيلة اللي يعلي غير بحاجة سيبني حسنتاني ماضي بتفلت ومعال العمراني وسعيد العمراني مش كل حكم السماعة بالضحى والثقرية وايميميل وتشعبي لانما تخطيني اين هي تروات الشعب ولكن يجب ان نطرح السؤال ولا نقف عند السؤال بل يجب ان نبحث عن الاجابة هذا هو منعج فحص علمي اذا اجابة عن السؤال اين هي تروات الشعب المغربي انت رجلة انت رجلة وراجلة يع36� الفقر هو الفقر نسبي الفقر الدين المريكا يا شكرا يغرب سنين يا ياك أختي وانا ما قلت يتوزح ما قلت يوانا الفقر هو الفقر ما كلا نسبية لجهدي بيلا توزح قال لك قبح الله الفقر كاد الفقر أن يكون كفرا أنا بعد المرات كنت أريد بصراحة ندخل في فيديوهات ديالي شو فيديال النشط وكينات الموضوع ما فيش التحك الفقر ما فيش التحك حساس أنا كنكون معي بعض المرات في التفكير ديالي المتواضع البسيط وكما بدأ نشوف الإعلام ديالنا المنافق الكتاب ما كينا خمسين شاركة سبعين شاركة مع الألمان ثلاثين شاركة مع الصين ها حقجون الإعانات من الصندوق الدولي احنا اللونين عالميا الثالث افريقيا الخامس جهويا العاقة داخلها الفلوس كل شينا ايضا وني كتجي تشوف الواقع كتلقى احنا أسفل السافرين الشعب كيفاش عايش ظهروا نحسبوها نحن نتراوات تراوات الحشيش اه حراب جيد متاقنا لها ولكن ماذا محراموا فلوسة كتدخلوها للبنات كتدخلوه تسلموها في حويش نقصوا لنا الموضو عاونوا بها تصندوق المقاسة عاونوا بها بزرد الحويش رأى 130 مليار درهم اللي كتدخل غام الحشيش ها اشنو كتحرقوه كنتو كتحرقوه بالصحقام متزرعو تحتلو تجارة الحشيش المرتبة الثالثة في العالم بعد تجارة السلاح والدواء وتتفوق ايضا على تجارة النفط الحشيش لا 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 حجم التجارة تدير تجارة الحشيش للمغرب تقريبا 12 الى 13 مليار دولار سنويا هذا يعاد المرتين مداخيل المغرب من قطاع السياحة يحجز المغرب سنويا ما يزيد عن 100 طن من الحشيش كله موجه للتهريب خارج المغرب الناس ما القوش دابة دابة ما عندهمش الماكلة ولي حيضوا الكيفش غاد يكلوا مش مشكلة البادل ولا هادا احنا ما عايشين هادا هادا المثلو كي يقولوا حرام هو حرام فعلا يحيضوا النا هاد الشي وعطونا وحل بادل باش نعيش وحنا مش مشكلة ياك هادي دووزنا نهار الدوكع الكيف الكيف دانو ليف جيبي حشيفا دانو ليف جيبي دانو ليف جيبي كفارق الحشيش مان هدروش علي الحشيش شروة حرام خليوا طروة دانو ليفهمتش عدنا جوج بحورة وقهرتونا بالحوت أنا بغيت نفهم علش كتقهمونا بالحوت هالأخطوبط هالكروفيت هالكالامر هالانقوصة بركة علينا وحنا الشبعيين تقهمنا بغينا نشوفوا شوية ديال السردين وشوية ديال الكابايلة وشوية ديال لنشوبة بركة علينا حشو مان هالكي يجبني ديال اخطوبط الله هالكي يجبني ديال اخطوبط هالكال اخطوبط اللي يمشي البره وكل اخطوبط ليهنا وليكي سيفتدكشي البره أرقم تقول 11 مليار درهم هو رقم معاملة القطاع خلال السنة الماضية يا سلام فرحا اوي الواجهتان البحريتان للمغرب تنتجني مليون طن من الاسماك سنويا سبعون بالمئة منها موجهة نحو التصدير وليه السرديل بطا ديال الحوت مات عند بروكو ده شاك حوتنا ده شاك حوتنا المواطعين عادي السرديل كيسر 30 دران دفران رغم ما ميحلمش انه يأكله ولهذا كل تاج المسائل اخرى اللي تعوض بها في حقيقة انها تصدرات منها بالنسبة المغرب عنده جواجهات بحرية انها في حقيقة ثمن غالي ولو ملقاش حاجة يا عضعب في اي لقمة كده احنا الشعب يحب يعضعب لان المواطن لو ما عضعبش هيعضعب في الحكومة وهيعضعب في الدولة كلها يطرح ارتفاع اسعار الاسماك بالاسواق المحلية اكثر من علامة استفهم عن مصير العشرات من الاطنام التي تستخرج يوميا من المياه المغربية لا لا قال وجوين اضع اجرامية دايرا بنا عسابة لا او للا ولا تغلطوش في الناس لا تقولوش عسابة اذو كرامة شي عسابة مخرجة تقريب الله يخلك ورهم شكونادوك وبدو نذكر اسماك احنا ممكن اشوف عندكم تذكروا اسماك اوه اخوان في المونتاج احنا كنبول عمور تبقى مستورة اطيام 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 تتبري أن يقولون شاهدراء لا تقعد عليها يقولون لي المقعد يسكت لن يقضي أرقامهم وغلاطاتهم وطروا وطروا أولا نوريكم الأرقام بالصح أريد الكتابة يا أستاذ الله يحفظك شكراً أستاذ الله يحفظك شكراً سياحة الصالحة للزرعة في المغرب نحن أول مصدر جلبانة والثالث في القرعة والخامس في الليمون والسبب في ماطيشة عالمياً أحسن صناعة كيموية من بعد جنوب إفريقية أكبر منتج ومصدر السمك في الدول الغربية والعربية والإفريقية 13 مليار ديال الدرهم سنوياً أول مصدر للسردين المعلّف في العالم أين التربة؟ ثالث مصدر الجيلاتين اللي كان خرجوه من الربيعة ديال الدول الحمر في العالم أين التربة؟ ثاني أكبر منتج الفوسفا عطل أول تصدير في العالم كان غطيه 75% من احتياطي ديال العالم في الفوسفا أين التربة؟ سعايا في البلاد كيوصلوا تال 500 ألف سعايا وهذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء لا تكتبون هنا إنجازات وهذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء الموارد للإستيراد 111.9 مليار ديال الدرهم الرسوم المفروضة على المنتجة 12 مليار درهم الرسوم المفروضة على القارة 7 مليار درهم الرسوم يتحرك على سبيستون الأمر المقنع لا أشخة طولنا الوراقي لا أشخة طولنا الوراقي لا أشخة طولنا الوراقي صحيح هو هو ذلك الموارد للجوء نحن أرى أن الميزانية للدولة عسب تقرير المالية في 2013 تصل أزيد من 200 مليار درهم سنوياً وبطبيعة الحال نسبة مهمة منها تنشي البالاط ما هو البالاط؟ الخصر الملاكي الخصر الملاكي الشريف دعونا البالاط بالاط بالاط وصافي 200 مليار درهم سننتحسب مع الدولة لحنا على حشهم بل هذه المسكينة يقضيوا باهم هذه الكرة لا تفهم لا استثمارات لا فهم برونجيات لا فهم لا استثمارات نحن من جيبنا في الموظف في الروسوم في الضرائب في الطرط في المخالفات المقاسة الزيادات في الأسمينة نحن اللي كانت تكلفوا بذلك الشيء الحكومة مره أنت مره والمراه كانت تصرف الراجل هو كي يشرف هو لكي يشرف والراجل هو الشعب والشعب يصرف أما ذلك الشيء لا أقول خليه لي مهمة لا يقدر يجمعه لنا البرنامج الأفوقي ديال 2300 الوليدة هتناول السولة ديال والبيترول أنا ألقى البيترول هل يمكن أن يصبح المغرب البلدي الكبير القادم في إنتاج النفط؟ سيجرى حفر عشرة أبار في المناطق البحرية من المغرب خلال العام المقبل بحجم استثمار يبلغ زهاء المليار دولار أما بصراحة من قبل وأنا كنحاول نبرد على رأسي ونضحك شوية ولكن ما بغيت نفهم لقيت رأسي مفاهم توزع بما أنني مفاهم توزع سوف نهضر أنا أعرف بأن الهضرة ما تجيب خضرة والهضرة ما تغيروا له ولكن السكت ما يغيروا له أه أه تصروا في البلاد موجودة كثيرة ما كنت حصاش ولكن تشفى ركتان ما كنت حصوش إذن الحل هو الحساب المحاسبة الحساب صابون من المواطن البسيط تلقى على سلطة في البلاد الملك كل شيء لكي نعرفوا الذي لنا و الذي علينا إذا كان معنا ذلك الساعة البراني نعطى القناة أو شاركهم سوف يفك القادية حيث بحالة كمية لا يمكن أن نستمره هناك أمور في البلاد غير منطقية الغني يزيد التغنى والفقير يزيد التكحت يزيد التحت للأرض حيث لا يوجد المساوط و لا يمكن أن يكون أحد تشبيه تشبيه لكي نظر على الحكومة والبرلمة حيث نفس الوجوه نشوفهم كل عام ما دام البلاد لا يزيد التغيير إذا أخذ شيء تغيير بحال كورة نغير المدرين نغير العام كذلك في برلمة هناك شيء من نغير وجود أشخاص و كل عام نشوفهم نفس الشخص ولو بحال كارطة بحال ضامة مرة هو في الفلاحة كذلك العام تجدها في الرياضة ماذا تجدها في المالية ماذا تجدها في السياحة ماذا تجدها في وزارة النقل تحجم عند علاقة بشيء حاجة المهمة و خاصة و يبقى تماما لا أخذت من المعام أنتعرف بأن هذا هو الناس القدام لأنه عينينا التجربة والناس الذين يملك الحكمة ولكن التغيير بمزيد الشباب يملكون مستعدين و يصنع من المصنوع يحتاج النوع من قبل يكون نفس جديد و يكون المحاسرة أنا عارب أن الفيديو قدر جبل لي مشاكل ولكن أنا حلوق كنت أهضر و نقول لك شيء نحسبي إنسان سيكون مرضا و أنا عارب أنه لا يتعلم هذا ما يحدث؟ ليس حلوه واحد ساكت؟ وكلما بقى ساكتين لا تزيوه نهضره؟ اقول لي لي هاليا السلام أتمنى أن الحلقة التاسعة تكون لدي الإعجاب لكم لا تنسوش إذا لم تشتونيش الحلقة الجاية حيث أنا قلت في أحد كومنتر بأن هذه ممكن تكون الحلقة الأخيرة إذا لم تشتونيش الحلقة الجاية عارفوني بأنهم غبروني أو شي حاجة وخانا ما كمشيش الواد ديال الشراط كنت بغني مشي لي ولكن تيفوت الحد لا تنسوش أنكم تشتونيش الفيديو دخلونا للمشاهدة www.youtube.com slash tv schizophrène وكذلك للمشاهدة في الفيسبوك www.facebook.com slash schizophrène ليس خيزوفrène دعونا للمشاهدة ولمشاهدة ولمشاهدة بخصوص ديالو في الحلقة الجاية إلى أكتب وكذلك كذلك لا تفوتنيش فرصة أني نشكر جميع الصفحات وليسيت والمواقع الإعلامية الحرة اللي كتعاوننا باش نبارتاجيوا الفيديوهات ديالنا وكن نقول لكم راني كلموت عليكم السلام عليكم موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة